السلطات العراقية أرجاءت قرار إغلاق مخيمات النازحين الأيزيديين وذلك لتعذر عودتهم إلى موطنهم الأصلي قضاء سنجارة الواقع غربي مدينة الموصل مركز محافظة نينوة والذي ما يزال يشهد العديد من الصراعات والمشاكل بسبب وجود العمالين داخل وتمسك فصائل شعية مرتبطة بإيران بالانتشار داخله لتنفيذ أجندات إقليمية وسيظل النازحون الأيزيديون بذلك مستثنين حتى أشعار أخر من عملية تفكيك مخيمات النازحين بشكل كامل وستنتقادات كبيرة محلية ودولية لوزيرة الهجرة وإصرارها على إغلاق مخيمات النزوح في إقليم كردستان ويقدر عدد من نازحوا داخليا في العراق بسبب تلك الحرب بقرابة ثلاثة ملايين نازحة أصبح معظمهم يشكلون حالات اجتماعية صعبة بسبب خسارتهم لموارد رزقهم ومواجهتهم الفقر والبطالة وسوء الخدمات وانعدامها في بعض الأحيان داخل مواطن نزوحهم وتنظر السلطات العراقية إلى إقفال ملف النزوح باعتباره جزءا أساسيا من استكمال استقرار البلد والتخلص من مخلفات الحرب وأثارها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمرور إلى فترة الأعمار والتنمية التي تتطلب جلب استثمارات أجنبية تساعد حتما تسويق صورة إيجابية عن البلد طيب لف النزوح بشكل نهائي يوجه مصاعب من بينها ما يتعلق بالإمكانيات المادية واستكمال الإعمار وإعادة الخدمات وتنشط الاقتصاد المحلي للمناطق لتوفير مواطن العمل وموارد الرزق للعائدين من النزوح بينها ما هو أمني وسياسي على غيران مشكلتها سنجارة وجرف الصخرة ترجمة نانسي قنقر